السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نحذف الكريدت كارد من على موقع زوم بصراحة جماعة موقع زوم ما بيسمحش ليك انك تحذف الفيزا بتاعتك او الكريدت كارد بتاعك من على الموقع بتاعهم وده بيخليهم كل شهر يخصوا منك رسوم على الحاجات اللي انت مشترك فيها عنده. هنشوف فيها دلوقتي ازاي نوقف الحتة دي او ازاي نلغي ان هما يخصموا من نفسهم كل شهر الرسوم دي. هروح هنا على بعد كده هروح على البيلنج. هلعز هنا دي الخطط بتاعتي او اللي انا مشترك فيها. خلق ايه هنا مسلا هي واحدة ايه? هيتجدد معادها يوم ثمانية وعشون فبراير وتمنها اربعتاشر دولار او خمسون دولار تعليم. وهي حالتها دلوقتي اكتر. لو جيت هنا على البيلنج انفورميشن. هلاقي هنا كريت كارل بتاعتي هي منضفة تحت ولكن مفيش حز. طيب نرجع تاني بقى ل. دي الخصف بتاعتي بص كده تلاقي في حاجات ملغية مكتوب جنبها كلمة دي انا كنت لغيتها عشان ما يخصموش مني كل ما يجدده في الخطة دي. طيب نلغي بقى الخطة اللي شغلت دلوقتي اللي هي هنيجي هنا على وبعد كده بختار اي سبب هنا وبقول له تمام كده الخطة كده هيفضل معاك الخدمة دي متاحة وشغالة تستخدمها عادي ولكن مش هتجدد من نفسها الا ما انت تجددها بنفسك. بص كده كل دول ده اهو انا كنت مشتري فيهم قبل كده عشان ما يخصموش مني من تلقاء نفسهم لما ييجي التاريخ ده يعني. لو حبيت ارجعها داني بعد كده بختار كده يكون فيديو النهاردة انتها مدنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك وشير الفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.